السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله زي ما انتم شايفين كده هنعمل جيلي طبيعي. وانا بقول جيلي طبيعي مش الجيلي اللي بنشتري من بره اللي بقى بالباكت اللي بقى مليان الوان وموض حفظة وكمان مبقى فيه نكهية. يعني هو بيحتويش على آآ جيلي خالص جيلي بالفاكه خالص. هو بقى نكت الفاكهة. فالنهاردة هنعمله بالفاكهة طبيعية تقدري تعملي باي نوع فاكهة متاحة عندك. عايز اقول لكم طعم حلو جدا عملت من نوعين نوع الجيلي السادة والنوع الجيلي اللي هو بالفاكه. نقدر بقى نعمله لاطفالنا اللي قبل عمر السنة واللي بعد عمر السنة وحتى عمر كبير وينفع للكبه. وكمان مناسب جدا لمرحلة التسنين عند طفلك. ياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اعجابكم بالفيديو. اول حاجة هنستخدمها مع بعض اي نوع فاكهة عندكم. بما ان المنجا منتشرة الايام دي والجيلي ببقى حلوة بالمنجا فانا عملت بالمنجا. جبت سمرت منجا كانت متوسطة معي يعني ما كانش حجمها كبير ولا حاجة. هكون اغسلها وبعد كده هقسمها من نص وهبدأ اطلع اللحم اللي فيها كده زي ما انتم شايفين. تمام بعد ما خلصت المنجاية اسيبها بقى معي في جنب واكون مجاهزة كباية. وخط فيها معلقة كبيرة من الجيلاتين. الجيلاتين كنا تكلمنا عنه قبل كده في ديهات سابقة. فهتكلم عنه تاني عشان لو انت لسه متبعان الاول مرة. الجيلاتين مفيد جدا بيكون مفيد للعظم. وبيكون مستخرج من عظم السمك او البقر او الجمسي. التلاتة دولت لو لقيت الجيلاتين تبتشتريه منهم مكتوب علوم مصنع او مستخرج من التلاتة انواع دولت يبقى تمام جبيه. غير كده ما تجيبهوش لانه بيكون غير حليل. ولو انت في بلد اوروبية بيكون برا اسمه اجار اجار. تمام كده عارفنا بنجيبه منين وعرفنا فوائده. بعد ما خلاص محطيت معلقة كبيرة جيلاتين في الكوباية هنزل عليها بكوباية من المية تكون سخنة جدا. وهقلبهم مع بعض لحد ما الجيلاتين يبوش معنا. ممكن تحطي بداية الكوباية من المية السخنة ممكن تحطي كوباية من الحليب. هتزود من القيمة الغذائية للجلي وهيكون طعم حلو جدا وكمان مميز. بس انا عملته بالمية زي ما احنا بنشتريه من بره. وعلى فكرة اللي احنا بنشتريه من بره, بيكون برضه في جيلاتين. بس جيلاتين بيكون في بوضر زي اللي انا حطيته. وبيكون بقى الجيلة بوضر وبكون عليه مهض حفزة وبيكون عليه نكهة الفواكه. يعني ما بيكونش بحتوى على فواكه. زي ما احنا بنعمل الفواكه الطابعي. خلاص بعد ما دوبت خلاص الجيلاتين في الكوباية. احطي لازم احط فانيليا لجيلاتين عشان الجيلاتين بيبقى لها دي ريحة كده من الظريفة خاصة لو انت هتعمليه لحد كبير خلاص تمام كده بعد ما الجيلاتين بريد معي كده خلاص تمام احطه بقى في الخلاط او في وعاء البلندر وهضربهم مع بعض وهنزل علوم هنا بمعلقة كبيرة من العسل وده يكون لطفلك اللي بعد عمر السنة طفلك اللي قبل عمر السنة المنجم سكره فهتبقى كافية التسكير اللي فيه او لو عايزت زاودي تسكيره اكتر ممكن تحرسي معاها في الخلاط او في البلندر اه صمرة من الموز وضربهم مع بعض تمام بعد ما ضربت الخليط بالبلندر هسبه بقى في الاطباق المخصصة لطفلك او في طباق جيلي انا عملت طباق جيلي كبير الطباق ده كبير اوي ده يعمل 3 من الطباق الصغيرة وهعمل كمان طباق صغير بس هحط فيه فواكه هتقطع اي فواكه عنك انا هنا قطعت موز وكمان عنب يعني لحبات العنب عملتها اتنين عشان الطفلة ما يشرقش وتفاح وموز وعنب انا اكتفيت بالفواكه ديت لو عايزت تكتي اي نوع فواكه عندك هتبقى حلوبة وبعد كده هنزل عليهم بالخليط خليط الجيلي وهدخلهم بقى التلاجة من 4-6 ساعات على حسب ما هيربط معك تمام كده انا هنا بعد 6 ساعات كان بقى متماسك معي بالشكل اللي انتو شايفينه ده هنخرجه بقى من القالب عشان نشوف شكله عامل ازاي بحفت السكينة كده سكينة رفيعة وهنبدأ كده من الجوانب نبدأ نخل كده الجوانب بالروح عشان يخرج معينا عايز اقولكو ان انا الطبق ده انا كنت دهناه بالاول زيت عشان يخرج معي بكل سفولة لان لو انا حطيته كده فيبقى صعب شوية في الخروج وممكن هيبوز معينا شكل الجيلي فالافضل ان انت دهيني زيت زيت زاتون او زيت جوز الهندية دهنا بسيطة كده بالفرشة تمام بعد ما خليطه خلاص هجب بقى الطبق وهبدأ قلب على الجيلي عشان نشوف شكله عامل ازاي عايز اقولكو ان شكله جميل زي ما انتو شايفينه وحلو جدا جدا ويفيل هزهزة بتاعت الجيلي اللي احنا بنشتري من بره والطعم طعم رقوع جدا زي ما انتو شايفينه بتهزهز معانا ازاي نفس الجيلي اللي احنا بنشتري تقدر يبقى تحطي عليه شوية من الجوز الهند شوية من المقصرات تزوده من قمة الغزائية انا حطيت هنا جوز هند نام ومقصرات مطحونة ممكن تحطه لطفلك اللي قبل عمر السنة دبس الطمر عليه كده من فوق ممكن تحطي العسل العسل لطفلك اللي بعد عمر السنة يعني كتزويد من القيمة الغزائية له وبجد طعم ورقوع جدا وهيكون مناسب الايام دي عشان جو الحر كمان مناسب لو طفلك كان بيثنن هتبقى راضية وتدهوله وهيبقى ناعم على الليسة غير انه هيشد للاجتهاب اللي بيكون موجود في الليسة اللي بيضايق اطفالنا ده شكله وانا بقى الطاو شكل ناعم جدا شكل الجيل اللي بنشتريه والطاو ما حاله يعني مفيش مقاب ما بينه وما بين اللي بنشتريه اللي بنشتريه زي ما انتو عارفين مفيهوش فواكب يكون نكية الفواكب زي ما شايفين ده شكله ده بقى الطبق التاني اللي انا قطعت في الفواكب عايز اقول لكم بجد طعمه احلم السادة دي كتير طعم حلو جدا جدا السادة حلوة بس الفواكب ده ادي له طعم مميز قوي وكمان زود من القيمة الغذائية الفواكب دي هتكون لطفلك اللي بعد عمر السنة اما الطفلك اللي قبل عمر السنة ممكن تكون مناسبة من الشهر الحداشر لان الاطفال في الوقت ده ممكن يأكلوا الاكل خشين شوية بس هتنعمل فواكب شوية عن كده او اصغرها اصغر من كده وهنبدأ برضو نخل كده بالسكينة من الجوانب هو ده صعب شوية علشان في الفواكب بس براها واحدة واحدة هبدأ اخلي تاني لحد ما حس ان هو بقى هيقدر يطلع معي واقلبه تاني في الطبق وده شكله بعد ما تقلب طعم حلو جدا شكله متماسك برضو انت ممكن تحطي اي نوع فاكهة عندك مش تزن تحطي انواع كتير ممكن تكتفي من نوع واحد ممكن تحطي فيه ايزي بيب بدل الفاكهة والمكسرات وجوز الهند برضو في نفس الجيلي في قلب الجيلي بتعم حلو جدا بجده هيعجبك جدا ويعجب اطفالنا وبس كده ده كان فيديو النهاردة يارب يكون اعجبكم وادمتم بالف خير واشوفكم على خير بإذن الله فيديو جديد ولو جربت الوصف بإذن الله تعجبكم بالفانة وصحة مقدمة سوء جديد سوء 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 جديد جديد جديد